تلقى الرئيس عبدالفتاح سيسي اتصالا هاتفيا من بدرو سانشيز رئيس حكومة إسبانيا دولة الرئاسة الحالية للاتحاد الأوروبي وخلال الاتصال أكد رئيس سيسي ضرورة تكاتف المجتمع الدولي نحو ضمان وصول الخدمات والمساعدات الإنسانية المقدمة لأبناء الشعب الفلسطيني في قطع غزة فضلا عن الدفع نحو التعامل مع الأسباب الجذرية للتصعيد من خلال التوصل إلى حل عادل وشمل ومستدام للقضية الفلسطينية وصرح متحدث الرئاسة بأن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة حيث أعرب الزعيمان عن القلق البالغ من استمرار وثيرة العنف المتصاعدة وما صاحب ذلك من تدهور للأوضاع الأمنية والإنسانية في القطاع على نحو خطير كما أكد الزعيمان ضرورة تنصيق الجهود الدولية لحث الأطراف على انتهاج مسار التهدأ بهدف الحلولة دون فقدان المزيد من أرواح المدنيين الأبرياء ومنع امتداد تبعات الأمنية للصراع إلى المنطقة برمتها